افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي وليه عهدي ونائب حاكم الشارقة وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة افتتح أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لدور عقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر وكان في مقدمة مستقبل سموه لدى وصوله مقر المجلس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وألقى سمو ولي عهد الشارقة بمناسبة عقاد المجلس كلمة قال فيها يسعدنا أن نلتقيكم اليوم بمناسبة افتتاح أعمال مجلسكم في دور عقاده الأخير من هذا الفصل التشريعي والذي شهد كثيرا من الأحداث والظروف والإجراءات الاستثنائية ولكن بتوفيق من الله عز وجل ثم بفضل قيادتنا الرشيدة وجهود المخلصين استطعنا أن نتجاوز كل الظروف والسير قدما نحو ما نصب إليه من خلالنا وتقدم وعز لهذا الوطن وأبنائه والمقيمين على أرضه الطيبة